تونس تغرد خارج السرب العربي وتنتخب للمرة الثالثة منذ ثورة 2011 رئيساً مدنياً بطريقة ديمقراطية تضاهي أجمل الديمقراطيات الغربية تونس تنجح للمرة الثالثة في الخروج من حضيرة العرب وتدخل في نادي الديمقراطيات فكيف فعلتها تونس؟ كيف استطاعت الخروج من الكوقع العربية المظلمة؟ ما هي العوامل الموضوعية التي ساعدت الأمة التونسية على تحقيق هذا الإنجاز؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة فكونوا معنا في الأوساط المثقفة يطلق على الظواهر غير المألوفة وغير المتوقعة يطلق عليها اسم البجع السوداء أو الغراب الأبيض كل من رأى طائر البجع يعرف أنه طائر أبيض اللون مثلما أن الغراب طائر أسود اللون لكن في وقت من الأوقات اكتشف الناس وجود بجع بلون أسود غرب أستراليا كما اكتشفوا وجود غراب أبيض اللون وكانت اكتشافات غير متوقعة ولهذا أطلقوا على الأشياء غير المتوقعة اسم البجع السوداء تونس هي البجع العربية السوداء أو الغراب العربي الأبيض لأنها جاءت بأمور غير متوقعة وخرجت على التقاليد العربية وتحولت من دولة مستبدة عاتية إلى دولة ديمقراطية تنتخب للمرة الثالثة رئيساً مدنياً للجمهورية من أوساط الناس العاديين وهذه تعد مخالفة جريئة للعادات والتقاليد العربية دفعت البعض ساخراً للمطالبة بطرد تونس من الجامعة العربية في تونس انطلقت الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي عام 2011 ومنذ ذلك الحين وتونس في حالة تحول صحيح أنه بطي لكنه ثابت إلى الأمام نحو الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة تونس باختصار عرفت كيف تفك شفرة الدخول إلى المستقبل في حين أن بقية العرب أو أن بقية العرب كما قال نزار كباني وهو يخاطب تونس إما نعجة مذبوحة أو حاكم كالصابو هذا حال بقية العرب إما نعجة مذبوحة أو حاكم كالصابو والعالم العربي يرهن سيفه فحكاية الشرف الرفيع صرابو والعالم العربي يخزن نفطه في خصيتيه وربه الوهاب والناس قبل النفط أو من بعده مستنزفون فسادة ودواب هكذا قال نزار يا تونس الخضراء كيف خلاصنا لم يبك من كتب السماء كتابو ماتت خيول بني أمية كلها خجلا وظل الصرف والإعراب فكأنما كتب التراث خرافة كبرى فلا عمر ولا خطابو وبيارك بن العاص تمسح دمعها وعزيز مصر بالفصام مصاب من ذا يصدق أن مصر تهودت فمقام سيدنا الحسين يبابو ما هذه مصر فإن صلاتها عبرية وإمامها كذاب هكذا شعر نزار كباني أن لدى تونس مفتاح الخلاص في حين كان الجميع يظن أن المفتاح لدى مصر وقد صدق حدثه فهي تونس تصنع معجزتها الخاصة وتلهم العرب في الثورة أولا في البداية ألهمتنا الثورة ثم ها هي الآن تلهمنا التحول الديمقراطي الناجح وهنا يطل السؤال الذي لا بد من إجابة عليه كيف فعلتها تونس ما العوامل الخاصة التي أهلت تونس للخروج من نادي القهر العربي لما لم تنجح فيها الثورة المضادة المدعومة من دول النفط دول النفط والقهر التي وصفها نزار كباني في الكصيدة السابقة بأنها خصية العرب الإجابة على هذه الأسئلة مهمة بالنسبة لنا نحن أبناء البلدان العربية التي تكست فيها الثورات وخصوصا السؤال الأخير لما لم تنجح الثورة المضادة في تونس هذا السؤال ليستحق أن نتوقف أمامه ماليا يحاول الباحثون باستمرار دراسة الظواهر الاجتماعية للبحث عن أسبابها وأسرارها والدارسون المحترفون يعلمون أن من الصعب الحديث عن عامل محدد وأكيد للظاهر الفلانية تبصير الظواهر المركبة بعامل واحد هذا خطأ منهجي من الصعب الجزم بأن العامل الفلاني وحده هو الذي صنع الثورة أو صنع النهضة أو صنع التكدم أو صنع الظاهر الفلانية هنا وهناك هناك دائما عوامل مشتبه بها بلغة البوليس يعني مثل ما يقول مجرم مشتبه به هناك أيضا عوامل مشتبه بها في صناعة الظواهر وهناك شبكة ظروف أنجحت هذا العامل أو مجموعة العوامل مع بعضها لكن العقل بخبرته المعتادة يقول إنه لا بد من وجود عامل رئيس مش وحيد عامل رئيس بين العوامل المشتبه بها كله فعليه أعلى فما هذا العامل الرئيس الذي صنع التحول الديمقراطي الناجح في تونس يا ترى لا بد أولا من المرور على العوامل المشتبه بها عاملا عاملا واحدا واحدا قبل أن نبدأ في وضع دائرة حول العامل الأكثر حسما فيها وهنا يتجه النظر إلى وعي الشعب التونسي المتعلم المثقف في البداية في المقام الأول وعي الشعب التونسي الشعب التونسي من الشعوب العربية القليلة التي تحظى بمستوى جيد من التعليم والثقافة والتحضر كما هو واضح للعيان إذن العامل الأول المشتبه به هو عامل الوعي السياسي والحضاري لدى شعب تونس مقارنة بالشعوب العربية الأخرى طبعا الشعب التونسي اختلط بالفرنسيين والأوروبيين أكثر مما اختلط بالعرب من أيام ما عزل بورقيبة ولا شك أن هذا الاختلاط قد أكسبه وعيا جيدا بحقوقه وحرياته ووعيا بطبيعة وظيفة الدولة وضرورة الديمقراطية وطريقة المحافظة على مكتسباتها النظالية حتى لو بصورة نسبية طبعا هذا العامل الأول العامل الثاني الذي يبرز هو محدودية تأثير تونس في النظام الإقليمي تونس ليست لها تأثير في السياسة الدولية وفي النظام الإقليمي فضلا عن النظام الدولي بسبب صغر حجمها وكلت عدد السكان وضعف الموارد الطبيعية لعل هذه الخصيص اتصربت نظر الثورة المضادة عن التدخل الجدي في تونس يعني تونس ليست مصر الكبيرة بشعبها وبتاريخها وتأثيرها وليست ليبيا الغنية بمواردها الطبيعية وليست سوريا المؤثرة على حدود إسرائيل وليست اليمن الغنية بالطاقات والكفاءات على أبواب التجارة العالمية والمضائق العالمية وفي خاصرة من مالك العرب الصهيونية الكارهون للحقوق والحريات هم ليسوا هذه الدول تونس دولة بعيدة عن كل هذا ولعل هذا كد حماها من العين عين الثورة المضادة واحتكاكها بأوروبا أكسبها الكثير من المناعة مناعة ضد أمراض العرب العرب المرضى الذين يرفضون الاعتراف بمرضهم وسبك أن قلت في الحلقة الماضية أن الموقع الجغرافي للدولة سلاح ذو حدين إما ينفعها أو ضرها الموقع الجغرافي لليمن مثلا بقدر ما كان ميزة طبيعية لصالحها إلا أنه كان عاملا في عزلتها وتخلفها من ثم هذا العامل الثاني أما العامل الثالث المشتبه به في نجاح الثورة في نجاح الثورة التونسية فهو رأي فهو يعني في رأيي أنا استبعاد المؤسسة مؤسسة الجيش من الاشتغال بالسلطة من البداية من بداية استقلال تونس الجيش التونسي كان بعيد عن أطماع السلطة الرئيس التونسي برقيبة حارص الرئيس برقيبة والرئيس بن علي من بعده على استبعاد مؤسسة القوات المسلحة التونسية من شؤون الحق استبعدوها برقيبة هو مؤسس تونس الحديثة هذا الرجل استبعد الجيش وقال له خليك هناك في الثكنات بعيد وبهلنا للحدود ما لكش دخل أنت في السياسة الجيش التونسي لم يصنع ثورة لم يصنعش الثورة والجمهورية كالجيش المصري ولا الجيش اليمني ولم يقاتل في سبيل تأسيس الجمهورية كما فعل الجيش اليمني ولذلك ليس لديه حقيدة أن هذا الدولة حقي وأنا الذي صنعتها وأنا الذي ينبغي أن أتزوجها وأنجب منها ولذلك نجت تونس بعجوبة من هذا المصير مصير الجيوش لأن الجيوش إذا دخلت كرية أهلكتها هناك عامل رابع مشتبه به في نجاح الثورة التونسية هو تجانس الشعب التونسي تجانس الطائفيا ودينيا وضعف العصبيات الكابلية يعني ما عندهم أديان متعددة ولا مذهب متعددة دين واحد مذهب واحد ما فيش عصبيات كابلية مقارنة بدول الربيع الأخرى مصر مثلا ليست متجانسة طائفيا وقد رأينا كيف حسمت الكنيسة المصرية المسيحية حسمت الأمور لصالح الثورة المضادة لصالح عبد الفتاح السيسي ضد الإخوان المسلمين كما يقولون ضد الديمقراطية عندما دفعت بمئات الآلاف من المسيحيين للخروج ضد الرئيس مرسي وتأييد المؤسسة العسكرية المصرية في تظاهر الثلاثين يونيو 2013 كان معظم الذين في الساحات مسيحيين سوريا ليست متجانسة طائفيا أيضا وعدم التجانس الطائفي في سوريا هو الذي دفع الأقلية العلوية الحاكمة هناك للاستبداد بالناس وتدمير سوريا في نهاية المطاف لأنها من زمان بدأت ترتب نفسها مع إيران الطائفية وترتمي في حضنها من زمان ارتمت في حضن إيران مبكرا وليبيا أيضا ليبيا ليست متجانسة قبليا ففيها من النزعات القبليا والجهوية ما يكفي لإحباط أي ثورة فيها وأخيرا اليمن اليمن ليست دولا متجانسة مذهبيا وقبليا وجهويا وحزبيا على الأقل هذه عدم التجانس ربما كان عامل من عوامل نجاح الثورة المضادة بقي عامل خامس وأخير مشتبه به في نجاح الثورة التونسية وفشل الثورة المضادة هو في رأيي نضج العقل الإسلامي في تونس نضج العقل الإسلامي في تونس والأدك أن نسميها العقل الإسلاموي علشان نميز عن العقل الإسلامي العام أعني نضج قيادة الحركة الإسلامية في تونس بقيادة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو فقد كانت هذه القيادة واعية تماما لحجم المؤامرة وطبيعة اللحظة التاريخية الحساسة التي تمر بها تونس وحاولوا يفوتوا على المتآمرين الفرص استطاعوا تفويت الفرصة على الثورة المضادة بتقديم تنازلات مهمة للجانب العلماني من ناحية في سبيل نجاح الديمقراطية والدولة كان يحاولوا يمشوا يعني على سبيل المثال لم يصر الإسلاميون في تونس على فرض مادة في الدستور التونسي تقول إن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات واكتفوا بالقول إن الإسلام هو دين الدولة بس وبهذا فوتوا على العدو المتربص فرصة تحويل المعركة من معركة مع الاستبداد إلى معركة مع الدين كما يريد الثورة المضادة من معركة مع العلمانية إلى معركة مع يعني كما أراد المخطط مخطط الثورة المضادة إلى معركة من أجل الديمقراطية هم يشتوها معركة من أجل العلمانية والحقي كان ينبغي أن تكون معركة من أجل الديمقراطية كما يقول منطق الواقع والعقل هذا ما نحتاج إليه هذه خمسة أسباب محتملة لنجاح الثورة التونسية تفاعلت مع بعضها وخلقت ظرف مناسب لكن كما قلت هناك دائما عامل حاسم من بين العوامل المختلفة هو بمثابة المروحة التي تغير مسار الإعصار يقال طبعا العصار قوة جبارة لكن قالوا أن الإعصار هذا ممكن مروحة صغيرة تحول مسارة هذا تأثير بعض العوامل البسيطة التي لا يؤبه لها ما هو العامل الحاسم بين العوامل السابقة في نجاح التجربة التونسية كد يقال الوعي التونسي لكن لا أعتقد أن العامل الحاسم في سير الأمور بشكل جيد في تونس هو ابتعاد الجيش التونسي عن المشهد السياسي من البداية الجيوش فساد الجيوش العربية فساد ما فيش منها خير أبدا لا يرجع منها خير لأنها لا تدفع شر من قبل المعتدية الغاصب ولا تحقق تنمية في الداخل بلاد محتلة كلنا البلادنا العربية جميعها محتلة وفيها جيوش لكن الأمريكان داخلين سارحين والروس سارحين وما كدرناش نرد عصابا مثل الحوفي جيوش كذابة يعني جيوش هنا مصيبة علينا ننفق عليها طوال فترة السلم وتستنزف ميزانيتنا وتستنزف مواردنا واقتصادنا وما تصنع لنا شيء يعني بس تعارك للديمقراطية وتعارك للتنمية واقتل جد ما فيش منها فائدة الجيش التونسي هذه نقطة جات حسبت لصالح الرئيس التونسي السابق برقيبة أول رئيس الجمهورية هذا الرجل فعل أمورا جيدة لتونس بين أمور أخرى سيئة كثيرة لكن الحق لابد أن يقال ما له وما عليه من الأمور الجيدة التي فعلها برقيبة اهتمامه الشديد بالتعليم في تونس وإعطاء المرأة حقها إلى حد ما يعني وإن كان تطرف لكن هذا تطرف في سبيل الخير أفضل من التطرف في الشر التطرف في العطاء أفضل من التطرف في المنع ومن حسناته الكبرى استبعاد الجيش التونسي من الشؤون السياسية من التدخل في السرعس على السلطة وبهذا حظية تونس بنعمة لم تعرفها المجتمعات العربية الأخرى هي نعمة خروج الجيش من معادلة الصراع على السلطة لكي يبكى الصراع بين المدنيين المسالمين ومهما كان الصراع بين المدنيين أيضا الصراع سلمي حيتكاتلوا في الإعلام حيتكاتلوا في الصحافة وفي النهاية حيخلصوا إلى صيغة صالحة للجميع أما الجيوش لا الجيوش تستخدم السلاح في إجبار الآخرين على ابتباع الطريقة الذي يريده إما العسكرية البليد اللي هو بطبيعة في الأوطان العربية لازم يكون بليد ما فيش عربي مثقف عندنا عسكري مثقف يعني إلا النوادر داخل الجيش ما لهمش لزمة ما لهمش أهمية وإما قائد أصابا مثل عبد الملك الحوثي يجي يلافلف التاركة حق الجمهورية كلها ويستعبد بها اليمنين هذه وظيفة الجيوش في الأوطان العربية ولذلك نحن نرفع القبعة للرئيس التونس السابق على هذا الإنجاز أنا نحب نبني الشيء على الصحة على الدماغ على البشر كيف مبنية الوطنية التونسية على تغيير البشر التونسي نحب الوطنية العربية اللي نؤمن بيها ونحب نكونها نحب نبنيها على تغيير البشر تغيير تفكير العرب تفكير جديد غير تفكير ذيق اللي إلى الآن ما زال موجود وتحبله قرون بشيزول مثل حصل شيئا فشيئا لماذا أقول إن العامل الحاسم لنجاح الثورة التونسية حتى الآن هو ابتعاد الجيش عن الصراع على السلطة الجواب بمنطق الأمور الشعوب التي تثور من أجل تغيير الواقع واقعها السيئة إلى الأحسن لا يستطيع أحد أن يوقفها إلا جهة تحتكر القوة طيب من هي الجهة التي تحتكر القوة في الدولة؟ ما فيش غير الجيش الجيش القوات المسلحة القوات المسلحة مصطلح يشمل القوات البرية والبحرية والجوية لا أحد يستطيع أن يعرك المسيرة أمة إلى الأمام سوى الكيانات التي تملك القوة المادية في الداخل القوة المادية يعني قوة السلاح لو أن الجيش المصري مثلا لم ينقلب على ثورة يناير أن الشعب المصري الآن ينعم بحكومة ديمقراطية تطلق طاقات الشعب المصري الحية وهي طاقات جبارة وتبدأ في مسيرة الإصلاح والتنمية وحجرنا بالكامل مصر دائما هي القاطرة التي تقوت الوطن العربي نحن مجرد مكتورات الطاقات هذه في مصر الآن قتلها العسكر جمدوها حطوها في الثلاجة أو هجروها أو خنقوها لو أن اليمن حظيت بجيش وطني يعطي ولاء لليمن مش لأسرة ولا لشخص ما سلم علي عبدالله صالح مقدرات الدولة لأعداء الجمهورية ولا ما حدث الانكلاب المشؤوم ولكننا الآن كد انتهينا من الاستفتاء على الدستور والفترة الانتقالية برمتها لوش الآن أن الشركات بتشتغل والناس جايين برؤوسة الأموال داخلين على اليمن أن مدينة النور بدأت العمل فيها وأن حركة التنمية حركة يعني ديناميكية واسعة هذا أمر طبيعي لأنه في فترات الاستقرار على طول حركة التنمية تشتغل رؤوسة المال تشتغل البطالة تكل لكن كما يقول البثل من يزرع الشوك لا يحصد العنب نحن بنحاول نبسط الكلام واللغة علشان توصل لأكبر كدر ممكن من الناس يعني من نستخدم مصطلحات ثقيلة شوية وتحصصية في المجالات هذه نحن العرب زرعنا شجرة الاستبداد وننتظر الخير هذه واحدة من مفاركاتنا بنزرع شر وننتظر الخير نزرع شوك وننتظر عنب نزرع أسكر وننتظر حياة كريمة لا ما ينفعش إذا زرعت أسكر هنا حيطلع لك مصايب في الطرف الثاني إذا زرعت أيدولوجيا هنا جماعات أيدولوجية تابعة للماضي حتشدك للماضي ما تتوقعش أبدا أن واحد بيكاتل على علي وحسن وحسين وحظية أنه ممكن يدخلك المستقبل لا هذا اللي بيشدك للماضي حيوريك الماضي مش حيوريك المستقبل أبدا عندما تحركت الاحتجاجات التونسية في عام 2011 سقط النظام الفاسد المستبد لكنه لم يسقط في الفراغ كما حدث في اليمن في تونس ما سقطتش الدولة سقط النظام إحنا عندنا سقط النظام وسقطت الدولة لأنه ما كان فيش دولة كان فيه نظام فقط بس إحنا كنا نتخيل أن فيه دولة هو النظام تلبس في الدولة مثل العفريت اللي تلبس فيه في كائن حي يعني أسابها بالصرع وسقطت مجرد سقوط النظام أدى إلى سقوط الدولة لأنه هكذا طبيعة كما قلنا النظمة العسكرية تصبح الدولة مجرد وسيلا من وسائل النظام أداه من أدواته إذن تونس لم تسقط فيها الدولة لأن تونس كانت فيها مؤسسات حقيقية مؤسسات موجودة في الواقع وفي وعي الناس في وعي المواطن التونسي وفي ثقافته أيضا وهذا يعني أننا في اليمن نكبنا بأسوأ أنواع الرجال في السلطة برقيبة كان مستبد مستبد كبير وفاسد طبعاً كلمة مستبد بعض الناس مش فاهمين يقول لك علي عبدالله الصالح ما كانش مستبد كان لطيف الاستبداد معناه احتكار السلطة هذا معنى الاستبداد مش شرط يكون ديكتاتور أو يكون قمعي مجرد احتكار السلطة هذا يسمى استبداد وعلي عبدالله الصالح كان محتكر السلطة من الألف إلى اليأ برقيبة بنى مؤسسات في تونس أما علي عبدالله الصالح فجاء على مؤسسات جاهزة ناجزة ومحقها محقاً أفسد فيها ودمر مؤسساتها وأشاع في ثقافة اليمنيين في قيم سلبية ضد ثقافة القانون والنظام والدولة والمؤسسات لكن بالطبع لا يستطيع أي فرد مهما كان أن ينجح في مهمة كهذه إلا إذا كان أشباه في المجتمع كثير علي عبدالله الصالح ما كان ممكن ينجح ويستمر لو لم يكن أشباه علي عبدالله الصالح في المجتمع اليمني كثير وما زالوا حتى لو كانوا في أحزاب أخرى يعني مش سرط يكونوا كلهم في المؤتبر إحنا عندنا الشخصية النفسة الشخصية مشوهة شوية يعني الشخصية تحتاج إلى دراسة شخصية لمنة تحتاج إلى دراسة جمعت بين مفاركات كثير فيها سمات جيدة يجابية لكن فيها أيضا سمات سلبية مخجلة وإذا كانت ظروف المجتمع أي مجتمع إذا كانت ظروف نفسها ووعية يسمح بوجود علي عبدالله الصالح فهو سيأتي في النهاية أنت لازم تأخذ بالك من ثقافتك كل واحد لازم يأخذ باله من الغليغ إذا أراد أن يمضي إلى المستقبل لا مقارنة بين ظروف المجتمع اليمني والمجتمع التونسي تونس عرفت التجربة الدستورية في منتصف الكرن التاسع عشر يعني عام 1857 شافوا أول دستور كانت أيامها ملكية دستروها سأولها دستور بضغط القوى الوطنية المحلية وبضغط الكناصل الأجانب الذين أرادوا تسوية الأرض لنشاطهم التجاري في تونس كانوا يشتوا أرضية كانونية عشان تنجح تجارتهم في تونس النشاط التجاري يحتاج لبنية كانونية مستكرة وهذا يعني أن لدى العقل التونسي تجربة طويلة مع الثقافة الدستورية ومع العمل الحقوقي ومع مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني في العامل في تونس هذا عامل أيضا نسيناها العامل المنسي في الحلقة مع أنها في غاية الأهمية أعني المجتمعات والنقابات والمنظمات غير الحكومية كان لها دور كبير في إنجاح الثورة التونسية هناك ألاف المنظمات والمؤسسات المدنية التي تنتمي للمجتمع لا للدولة عملت طوال كرن كامل في تونس على تحديث تونس مع أنها عانت الأمرين من استبداد الدولة إلا أنها أسهمت في بقاء الوعي المدني حاضرا وهذا هو الأهم كان في وعي مدني إذا حضر الوعي المدني يغيب الوعي العسكري إحنا مجتمعات بطبيعتها تحب العسكري ما تحب المدني أخرج البلاد عندنا في أي كارية من القرى ويسأل الناس ما الذي تفضلون يحكمك عسكري ولا مدني حيكون لك يحكمنا عسكري قدوا جزء من ثقافتنا وجيناتنا في جين صغير كذا صغير اسمه جين العبودية موجود عندنا ومتوفر في كثير من الأوطان العربية نحب العسكري أكثر من نحب المدني لأن المدني ما يهينناش المدني ما يعملناش بكسوة وإحنا عندنا أشبه ما يكون بالأمراض السادية يقول لك ما يمارس الجنس إلا بعد ما ينضرب وفي ظل هذا الحياد النسبي للجيش برز دور هذه المنظمات التونسية بعد ثورة 2011 قادة المجتمع التونسي وهي التي قامت بدور المنقذ من الصراع بعد سلسلة الاغتيالات التي كان هدفها إحداث صراع اجتماعي في تونس بعد الثورة عدد من الاغتيالات عدد من القادة السياسيين قدمت هذه المنظمات يعني هي نفسها أربع منظمات كبرى تونسية تقدمت بالدعوة لحوار وطني وأدارت هذا الحوار وهو ما يعني ما هدأ من وطيرة الصراع وسهل تجاوز الفترة الانتقالية بالسلام وكان للمجتمع المدني دور واسع في إدارة الثورة النفس من البداية وهذا ما افتكرت إليه التجربة اليمنية والتجارب الأخرى الليبية سورية إلى آخره إلى حد ما كان حاضر في اليمن لكنه ليس بمستوى تونس نجاح الثورة التونسية حتى الآن وأنا أؤكد على عبارة حتى الآن لأن غرفة الثورات المضادة قد لا يعجبها ما يحدث في تونس قد تحطط لشيء في المستقبل أقول نجاح هذه الثورة حتى الآن قدم رسالة مهمة جداً لأوغاد الثورة المضادة وبلغة صريحة لشعب الثورة المضادة لأنه الحقيقة إحنا عندنا شعوب أنا أفترض أن الشعوب العربية قد انكسمت على شعبي شعب يطالب بالحرية والحياة الكريمة وشعب آخر لو أمطرت السماء حرية لفتحوا المظلات كما كان أحد الفلاسفة الساخرين ما يحبوش الحرية خالص شعب الربيع العربي بالناحية وشعب الثورات المضادة شعب الثورات المضادة هذا وقف في صف النظام الحاكم الفاشل فلما وجد أن حصان الحزب الحاكم كان انكسرت رجله وأصبح آيناً للسقوط انتكلوا إلى مرحلة الله يحق الحق هذه عبارة كانوا يقولها في صنعة أصحاب علي عبد الله الصالح لما شافوا علي صالح بدأ يتهاوى مش قادرين يقولوا الحقيقة ولا قادرين دافعوا عنه لأنه تاريخ من العار والفشل فكانوا يقولوا الله يحق الحق عشان يهربوا من الهرب من عار تأييد النظام الفاشل لكن لما انتصرت الثورة المضادة وتسببت في مأساة كبيرة للشعوب خرجت هذه السحالي اللي كانت تقول الله يحق الحق خرجت مرة أخرى مرفوعة الرأس هكذا تقول أن ثورات الربيع العربي كانت نكبة ومؤامرة عبرية طبعا لو نجحت الثورة كانوا يقولوا كلام ثاني كانوا يقولوا احنا كنا معاكم بكلوبنا وبأشياء أخرى لكن يعني كنا نحاول قدر الإمكان ومن هذا الكلام احنا نعرفكم كيف يبروا لفشلهم ونفاقهم زعم شعب البيادة العسكرية أن ثورات الربيع العربي كانت عبارة عن مؤامرة تهدف إلى هدم الأوطان مع أن نفسهم هذولا لو نجحت الثورة كانوا حياكلوا من خيرها هم ما يحبوش يشاركوا في المغرم بس يشاركوا في المغنم ونسي هذا يعني نسي هؤلاء أصحاب هذا الصوت أنهم كانوا سببا في إنجاح الثورة المضادة وفي نجاح هذه المؤامرة المزعومة هم كانوا أداتة لو لأنهم وقفوا في مواجهة الثورة ما نجحت كل الأجندات الأجنبية شعب الثورة المضادة هذا فاجأة التونس بأن الثورة قد نجحت تونس الآن تقدم نموذجاً محرجاً لشعب الثورة المضادة نموذج يقول لهم بالفم المليء ها نحن قد نلنا حريتنا شوفوا نحن أحرار مارسنا حقوقنا المدنية والسياسية وقطفنا بعض الثمار ثمار ثورتنا المباركة هذا شيء مستفز بالنسبة لشعب الثورة المضادة فلماذا لم تنجح المؤامرة في هدم تونس كما نجحت في هدم اليمن الجواب معروف طبعاً لأنه نسبة الدنك في تونس محدودة جداً نسبة أنصار البيادة العسكرية في تونس محدودة جداً أنا أقول هكذا لأنه فعلاً دفعونا ثمن غالي جداً بوقوفهم مع النظام الفاشل دفعنا أثمان باهظة من دمائنا من وقتنا من فرصنا وأوقعونا في مأساة كبيرة جداً لكن لأنه جبناء بيرما والمسؤولية على الثوار اللي حاولوا يخلصهم من العار وحاولوا يجدوا لأبنائهم والأجياء لذراريهم مستقبل جميل تونس بلد المتعلمين وحامل الشهادات العليا عن جدارة مش على طريقة نحن في اليمن هناك نسبة من حامل شهادة الدكتورة عندنا في اليمن وفي الوطن العربي تجهل أبجديات تخصصها تجهل أبجديات التاريخ اليمني بعضهم صرخ لماذا نقول أن الحضارة اليمنية كانت حضارة عمل ولم تكن حضارة فكر أو فن مع أن هذا أمر مجمع عليه من البدهيات مجمع عليه بين المختصين والدارسين في هذا المجال قال عبد الله البردوني وقالوا مستشركون كثر وكل من اطلع اطلاع بسيط على الحضارة اليمنية يدرك فورا أنها حضارة عمل وليست حضارة فكر أو حضارة فن كما هي الحضارة اليونانية مثلا حضارة الصين بأكملها بجبروتها بعظمتها بما فيها من فنون بما فيها من آداب بما فيها من من تراث نظري تصنف عند المختصين على أنها حضارة عمل ونحن عندنا حامل شهادة دكتورة وما يعرفش أن الحضارة اليمنية حضارة عمل وبيعتقد أن هذا نوع من الإدانة للحضارة اليمنية بيعتقد أن العمل عيب وعار إلى هذه الدرجة نسبة عالية من هؤلاء حامل الشهادات لدينا تعاني من أمية في المنهج المنهج العلمي وأمية أحيانا في مجال تخصصها في الضروري من مجال تخصصها هذه مأساة طبعا نحن عايشين في مأساة خاصة في اليمن لابد أن نصارح أنفسنا بعيوبنا إذا أردنا التخلص من هذه العيوب وإذا أردنا الخروج من دائرة الموت والفشل التي دخلناها من مئات السنين لابد أن نصارح أنفسنا بعيوبنا بعيوب ثقافتنا وعيوب شخصياتنا أما تخدير الناس والكذب عليهم بأوهام لا أساس لها في العلم ولا في العقل هذه خيانا للناس وخيانا للعلم وخيانا للأجيال التي سنورثها أمراضنا يعني أمراض مغلفة بأوهام البطولة والتميز والعظمة سفهاء القوم هذولا أصحاب الألسنة الكذرة والألسنة الصليطة هؤلاء لن يكدموا لنا شيئا هؤلاء بالنسبة لنا فضيحة وعار لما نكدمهم كواجهة للمجتمعات الأخرى أمام الآخرين أمام الحضارات الأخرى ينبغي أن نقدم منطقة العلم لأننا لا نخاطب أنفسنا داخل اليمن نحن نخاطب العالم وإذا خاطبنا العالم ينبغي أن نكون حذرين لكي يحترمنا هذا العالم ينبغي أن نكون حذرين فيما نقول ليس نخلق الدعاءات ونصنع أوهام ويضحكوا علينا الناس من خلف الحدود لا يجوز أن ننكر عيوبنا الإنكار هو أحد الأمراض النفسية في علم النفس الإنكار هو مرض لدى الأفراد والشعوب الأمم التي ترفض الاعتراف بفشلها وجوانب القصور في تاريخها وثقافتها هي أمم مريضة الإنكار هو شكل من أشكال الكبت كما يقول علماء النفس يقوم صاحب هذا المرض بحظر الأفكار المقلقة من الذاكرة ما تذكرونيش لا تقولوا ليش أنا متخلف ما تتكلمونيش عن التخلق لا أنا مش متخلف مع أنه متخلف هو واقع طبيعي هكذا متخلف ولازم نقول أنت متخلف علشان يصحى وعلشان يبدأ يتلافى مشكلته لا هو عنده بسبب حالة الكبت التي لديك كما يقول علماء النفس وقول لك لا تذكرونيش بهذه الجوانب الضعف والقصور والعيب اللي عندي لا يرغب في سماع أي فكرة مقلكة تخرج من حالة الخدر التي هو فيها وما عد فيش الآن أمة تحب سماع الأوهام اللي احنا وتمجد التاريخ ما عد فيش الأمام الناهضة كلها خلاص نسية التاريخ هذا بتسوي زيارة للتاريخ مثل ما تزوي زيارة لمتحف ما يهمهاش أنه ما تسمعوش أنتوا عند الأجانب مثلا أوه نحن الأمة الألمانية التي كانت مش عارف إيش نحن الروماني الذين كنا وكنا نحن الإنجليزة الذين فعلنا قبل ستمائة سنة ولا ألف سنة لا صحيح بيزوروا التاريخ لكن ليس للتمجيد لمعرفة ما هو جيد وما هو ردي فقط التاريخ عندهم والتراث مادة للعظة والعبرة وليس للإفتخار والزنط والكلام الفارغ الذي لا يقع فيه إلا أنصاف المثقفين وأرباعهم وأشباههم هذه الأمة منكوبة الأمة العربية منكوبة من المحيط إلى الخليل لا تعرف إلا الحديث في التاريخ ويريت أنه حديث علم حديث تمجيد وصناعة أوهام فقط لغي أخيرا أود أن ألفت الانتباه إلى نقطة كنت قد تحدثت عنها من قبل في حلقة ماضية أراها ملهمة حتى لو كانت بسيطة هي أن ثورات الشعوب العربية عندما تنجح تقدم أحسن ما في الشعوب أحسن ما عندها لتولي المناصب السياسية والسيادية التحديدة في مصر وتونس لما أقيمت انتخابات ديمقراطية حقيقية رشح الشعبان المصري والتونسي للرئاسة ثلاثة أساتذة جامعيين في أربع انتخابات حقيقية في مصر وصل إلى الرئاسة الدكتور محمد نورسي وهو حاصل على الدكتورة في حماية محركات مركبات الفضاء حاصل عليه عام 1982 من الولايات المتحدة الأمريكية هذا هو محمد مورسي اللي انقلبوا عليه وجابوا سيسي متخلف بيسوي الحزام لا هنا حزام البنطلوم رفض الجنسية محمد مورسي رفض الجنسية الأمريكية عندما عرضت عليه مع انه كان يعيش في هذه الفترة تحت تهديد السجن والقمع في بلده حتى انه خرج من السجن للرئاسة غيرك كان يتمنى حصول على الجنسية الأمريكية التحميح على الأكل لكن لا رفضها في تونس وصل للرئاسة في المرة الأولى المنصف المرزوكي مفكر وسياسي يحمل شهادة الدكتوراه في الطب ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر في المرة الأخيرة في تونس وصل إلى رئاسة تونس الدكتور قيس سعيد الأستاذ الجامع المتخصص في القانون الدستوري الذي اشتهر بإتقانه للغة العربية هؤلاء كلهم جاءوا من وسط الشعب انتخبهم الشعب أردت القول لجمهور الثورات المضادة والحاكدين على ثورات الربيع العرب المكهورة هذا ما وعدت به ثوراتنا هذا نحن عندما نحكم هذا نحن شوفوا أنتو من تجيبوا لنا شوفوا من تختاروا واحد مثل السيسي مثل علي عبدالله الصالح مثل هذا التغالي الفاشلين المتأخرين علمياً المتخلفين في كل جانب هذا ما وعدت به الثورات العربية أن تختار لتولي المسئولية العليا في الدولة الشخصيات تليق بالمنصب وبالشعب بماذا وعدتنا ثوراتكم المضادة؟ بعبد الملك الحوثي ثوراتكم المضادة لم تقدم أساتذة وإنما كدمت مجرمين ومخبرين ثوراتنا كدمت أساتذة جامعاً لحكم الوطن وليس عساكر أميين ساديين شواذ الفكر والنفس وعلى هذا قنسو كيف كانت الأمور عتمشي لو نجحت الثورات العربية لو نجحت الثورات العربية كيف كانت أتمشي الأمور؟ قيسوا على هذا الأمة عندما تعطى حريتها ستختار أفضل ما عندها لكن عندما تبتل بأمثالكم من الحجار الغشيمة التي يبني بها المستبد حصونه وصرحه ومجده لابد أن يعذبها الله بما كسبت أيديها بما أحدثت من فتنة أصابت الجميع القرآن يقول لهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يفسرونها كيف؟ يقول لك واتقوا ثورة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هكذا كان يفسروها شاهل عنيد بالدين واللغة لو أنهم تأملوا نصوص القرآن لتبين لهم واضحا أن الفتنة هي الاستبداد والقهر لا غير هذه هي الفتنة مشى الخروج على القهر والاستبداد مشى الثورة على القهر والاستبداد هذا خرج على الفتنة الفتنة هي القهر والاستبداد والاستبداد أشد من القتل والفتنة أشد من القتل سواء أكان كهرا للنفس أو للجسد الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس من خلال الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون مرسي العياط كان مثل ضربه الله للمصريين للحاكم المنتخب المرزوقي وكيس سعيد كلاهما كان مثل للحاكم الديمقراطي المنتخب ديمقراطيا كل منهم مثل مهما اختلفنا معه في بعض الجوانب في بعض الأفكار أو السياسات إلا أنه كان مثلا للحاكم المفتكر إلى شعبه اللي ما يقدر يخالف شعبه صعد بإرادة شعبه ولما انتهت مدتها الرئاسية عاد إلى بيته المتواضح الرئيس التركي أردوغان يختلف مع العالم كله ويضع راسب في مواجهة أكبر كبير يتحدى الدول الكبرى ما عنده مش مشكلة لكن ما يقدرش يتحدى شعبه خسر في الانتخابات داخل قال لهم صمان وطاعتا تالأمر لكن على المستوى الدولي من يمسكك كما يقولون هكذا الحاكم الذي يختاره الشعب يخضع للشعب الحاكم الذي يختاره الأجنبي يخضع للأجنبي أمر طبيعي المنصف المرزوكي فاز في الانتخابات الأولى في تونس وخسر الانتخابات الثانية من دون أي مشكلة ما عندهش مليشيا ولا عنده أي اعتراض والشعب التونسي جرب مرة وكله خلاص جربناك اللي بعده أثناء ولايتها الرئاسية المنصف المرزوكي كان يقدم المفكرين يطلع يقدمهم بالميكروفون ويحضر لهم المحاضرات أمام الكاميرات دون أن يستنك في ذلك كما يفعل الملوك الرؤساء الملك ولا الرئيس العسكري الأمي يشعر بالغيرة من المثقفين ويتعالى عليهم ويستكبر ويرفض أن يحضر لهم محاضرة فما بالك بأن يقدمهم لأنه يعتبرهم زوائد دودية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فإذا لم يتفكروا ما يضرب لهمش أمثال إذا لم يتفكروا يضرب بعضهم ببعض ويكسر رؤوس بعضهم ببعض هذا هو القانون الإلهي السنن لا تحابي أحد إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله